حياكم الله قبل فاصلي أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أحدثكم عن قطان الحاضنة الحسينية عن المخلصين من عامة الشيعة وعن المخلصين من خاصتهم ووصل الكلام إلى الرواية المهمة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في تفسير إمامنا الحسن العسكري إنها رواية التقليد الرواية طويلة ومرارا وكرارا قرأتها وشرحتها ووقفت عندها وأنا لا أملك وقتا كثيرا لذا سأذهب إلى موطن الحاجة منها الرواية تحدثت عن مجموعة قليلة من فقهاء الشيعة الممدوحين وهم قلة قليلة وتحدثت عن كثير من مراجع التقليد عند الشيعة وتحديدا الذين تقلدهم الشيعة هؤلاء بحسب إمامنا الصادق أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه الشيعة الذين يقلدونهم عاقبتهم الضلال الإمام الصادق يقول فضلوا وأضلوهم المراجع ضلوا وأضلوا الشيعة معهم فيضلون الشيعة ويمنعونهم عن قصد الحق المصيد فأكثر الشيعة إلى الضلال إذن من الذي ينجو قلة قليلة الإمام يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وهذا هو الإخلاص بالنسبة لعوام الشيعة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد مرجع التقليد الشيعي إنه المرجع الأعلى أو المراجع الآخرون الذين أكثر الشيعة يقلدونهم حين أقول المرجع الأعلى لا أتحدث عن شخص بعينه وإنما المرجع الأعلى عبر تأريخ حوزة النجف منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين منذ تأسست هذه الحوزة وإلى يومنا هذا وما سيأتي في قادم الأيام فإمامنا الصادق مدح القلة القليلة من الشيعة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يدي هذا الملبس الكافر إنه المرجع الأعلى إنهم المراجع الكبار الذين تقلدهم الشيعة لم يتركه في يدي هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا فقيها مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه يقيض له مؤمنا يسبب له الأسباب ولما تتهيأ الأسباب ويطلع هذا الشيعي من عوام الشيعة يطلع على حقيقة ذلك الفقيه المؤمن فإنه سيوفق للقبول منه ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب هذه المرحلة الأولى ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله الإشارة إلى المرجع الأعلى ومن معه من مراجع التخليط ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة الرواية واضحة هناك فقهاء الصالحون قلة وهناك من عوام الشيعة مخلصون قلة فصاحب الأمر يهيئ الأسباب كي يتواصل هؤلاء القلة من عوام الشيعة المخلصين مع القلة من فقهاء الشيعة الصالحين المخلصين أيضاً وهذا يتحقق في أجواء الحاضنة الحسينية فهؤلاء هم المخلصون مثل ما قال إمامنا الصادق مثل ما قال إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أولئك المخلصون حق وشيعتنا صدق والدعاة إلى دين الله عز وجل سراً وجهراً فهؤلاء هم الفقهاء الصالحون المخلصون وهم قلة قليلة الشيعة لا تقلدهم الذي يدل على ذلك فإن أكثر الشيعة مع المراجع السيئين الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه بحسب الرواية فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم إلا بعض بعض وذلك لا يكون هذه الجملة لا يقرؤونها لكم يقتطعون ما جاء من مديح للفقهاء ولا يكملون كلام إمامنا الصادق من أن المديح هو للقلة القليلة فهذا هو المصدر الأصل لهذه الرواية الشريفة تفسير إمامنا الحسن العسكري فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم الأكثر فاسدون القلة القليلة صالحة وتستمر الرواية تحدثنا عن أن شيعة سيقلدون الفاسدين فضلوا وأضلوهم لو كان الشيعة قد قلدوا الصالحين لما قال الإمام الصادق في الرواية نفسها فضلوا وأضلوهم ثم يقول فيضلونهم مراجع التقليد الذين ستقلدهم الشيعة فيضلون الشيعة ويمنعون عن قصد الحق المصيب الإمام يتحدث عن أكثر الشيعة وأكثر الشيعة يقلدون المرجع الأعلى والذين هم في طبقته من المراجع المشهورين من أصحاب الرسائل العملية ومن الذين عندهم مكاتب وبرانيات معروفة في النجف وكربلاء من الذين لهم وكلاء وتقام المساجد والحسينيات بأسمائهم هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم الإمام الصادق لأن أكثر الشيعة تقلد هؤلاء والإمام وصف أكثر الشيعة بأنهم ضالون بسبب ضلال مراجعهم مدح قلة من الشيعة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام هؤلاء أفراد يعدون ويحسبون على أصحاب عليات لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد المرجع الأعلى ومن في طبقته قلت إنني لا أقصد هنا شخصا بعينه لا خوفا من أحد فهذه الرواية تنطبق على السيستاني وعلى المراجع الكبار في النجف بأجمعهم لكنني حينما أشرح الرواية فإنني أتحدث عن كل مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا لذا لا أشخص شخصا بعينه فحينما أقول المرجع الأعلى في كل زمان فيما مضى وفيما حضر وفيما سيأتي الرواية واضحة أكثر الشيعة على الضلال وأقل الشيعة على الهدى أقل الشيعة على الهدى هل قلدوا المراجع المعروفين أبدا الإمام وصفهم بال ملبسين الكافرين وصف المرجع الأعلى بالملبس الكافر لا جرم أن من علم الله من خلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة على المرجع الأعلى ومن في طبقته من المراجع الكبار الإمام الصادق يلعنهم لست أنا الذي ألعنهم الإمام يلعنهم ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة الرواية واضحة وصريحة وهي تتحدث عن أجواء الحاضنة الحسينية قد تقولون كيف الإمام الصادق حين تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة بماذا وصفهم لم يصفهم من أنهم من أتباع الخليفة الأول أو الثاني لم يصفهم بأنهم من الخوارج مثلا وصفهم بوصف واضح هكذا قال وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا ضعفاء الشيعة ضعفاء العقيدة لماذا هم ضعفاء العقيدة لأنهم يأخذون عقائدهم من حوزة الطوسي التي عقائدها لا علاقة لها بمحمد وآل محمد وإذا كان عندهم من شيء صحيح فقد أخذوه بالوراثة من الثقافة العامة المتوارثة عبر الأجيال من بقايا أحاديث أهل البيت التي بقيت راسخة في أذهان عوام الشيعة وإلا إذا رجع الأمر إلى المرجع الأعلى وبقيت المراجع فإنهم سيتغوطون عليها هذا هو منطق مراجع النجف وكربلاء فما عند عوام الشيعة من شيء صحيح توارثوه من العوام الذين سبقوهم من آبائهم وأجدادهم لأنهم لا يقرؤون كتب المراجع ولذا فإن المعممين هم الأكثر ضلالا لإقترابهم من المراجع الكبار من هؤلاء الملبسين الكافرين كما وصفهم إمامنا الصادق في الرواية الشريفة التي أقرأها عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري فوصف أكثر مراجع التخليد عند الشيعة من أنهم أضر على الشيعة من شمر ومن حرملة وإنما تستبان الأشياء بأضدادها إذن فالمراجع الصالحون هم مراجع الحاضنة الحسينية التي لا وجود لها فلا وجود ل فقهاء ومراجع صالح الحاضنة الحسينية بحسب ما يريد صاحب الأمر لا وجود لها بيننا يجب علينا أن نقوم ببنائها وإنشائها لأن حوزة الطوسي وما أنتجت نصب لنا حاضنة أموية بل هي أسوأ من الحاضنة الأموية لأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه إذن المخالفون لهؤلاء المراجع لا بد أن يكونوا حسينيين المخالفون لهؤلاء المراجع لا بد أن يكونوا حسينيين بوعي حسيني وفقا لقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم لا يشتبه عليكم الأمر فتتصورون أن محمد الشيرازي أو أن صادق الشيرازي من هؤلاء لهذا السبب في التطبيقات جئتكم بمحمد الشيرازي وبصادق الشيرازي حتى لا تختلط الأمور عليكم ما قدمته من أمثلة لم يكن بنحو اعتباطي كان الاختيار دقيقا كي يترابط الموضوع الأمثلة التي جئتكم بها ما جئتكم بها هكذا من دون عناية وانتقاء لقد انتقيتها انتقاء وبعناية فائقة كي يتواصل البحث بشكل دقيق الرواية واضحة أكثر مراجع التخليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى هم أعداء الحاضنة الحسينية ولذا هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هم أعداء الحاضنة الحسينية من هنا نفهم من أن الفقهاء الصالحين الذين يريدهم صاحب الأمر بحسب مواصفات صاحب الأمر لابد أن يكونوا فقهاء للحاضنة الحسينية وكذلك الشيعة الذين يأخذون دينهم من هؤلاء لابد أن يكونوا من قطان الحاضنة الحسينية فمقلد أعداء الحاضنة الحسينية سيكونون أعداء لمقلدي فقهاء الحاضنة الحسينية لو وجدوا هذه هي الحقيقة الموجودة في ثقافة العترة الطاهرة هناك حاضنة حسينية فيها فقهاء وفيها من عوام الشيعة المخلصين وهناك الأعم الأغلب في المجتمع الشيعي يحاربون الحاضنة الحسينية فقهاؤهم يحاربون فقهاء الحاضنة الحسينية إن وجدوا ومقلد الفقهاء الأنجاس الذين هم أنجس من شمر وأنجس من حرملة وهم المراجع الكبار من المرجع الأعلى ومن هم في طبقته من الذين أكثر الشيعة تقلدهم هؤلاء المراجع الأنجاس الأرجاس الذين هم أنجس من شمر وأنجس من حرملة يحاربون فقهاء الحاضنة الحسينية إن وجدوا إن وجدوا وفي زماننا لا وجود لهم الساحة الساحة خالية للمراجع الأنجاس الأرجاس الذين هم ألعنوا من شمر وألعنوا من حرملة هذا هو منطق صادق ما هو منطقي هذا حديث إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه كذبوه ردوا عليه الرواية لا تحتاج إلى إثبات الواقع يصدقها وهي تصدق الواقع الواقع الشيعي منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين هو هذا وهذه الرواية تنطبق على الواقع الشيعي منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا وما بعد يومنا هذا نذهب إلى فاصل لعنى الله من فسلت ولعنى الله من جهل حقاك واتتفى بحرمتك ولعنى الله من حال بينك وبين نماء الفرات أشهد أنك قتلت مظلومة وأن الله منجز لكم ما وعدكم جئتك يا بن أمير المؤمنين وافداً وافداً إليكم وقلبي مسلم لكم وطابع وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معزة حتى يحكم الله وهو غير الحاكمين فمعكم معكم لا معا عدوكم إني بكم وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين أكل الله أمة قتلتكم للأيدي والأمس في الخطبة السابعة والأربعين بعد المئة من نهج البلاغة الشريف وطبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 146 أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الخطبة يخاطبنا فيقول فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجر والباري الباري يعني المعافى الذي ليس مريضا ما فيه أي مرض فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجر والباري من ذي السقم واعلموا واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه وفقا لهذا الميزان حدثتكم عن الحاضنة الحسينية وعن أن الفقهاء المخلصين الصالحين هم فقهاء الحاضنة الحسينية الذين يكونون قاطنين في الحاضنة الحسينية لأن الفقهاء المذمومين ومراجع التقليد عند الشيعة الكبار هم أعداء أولئك الفقهاء بدليل ما وصفهم إمامنا الصادق من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه قطعا فقهاء الحاضنة الحسينية إذا كانوا موجودين سيكونون في مواجهتهم وهم سيحاولون سحق الحاضنة الحسينية وسحق الفقهاء والشيعة الذين هم قطان تلك الحاضنة في تاريخنا الشيعي توجد أمثلة على ذلك أنا لست بصدد دراسة التاريخ وتحليله لا شأن لي بما مضى دعونا في واقعنا اليوم علينا أن نقوم ببناء الحاضنة الحسينية مثل ما يريد إمام زماننا فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجر لماذا تنفرون من ثقافة العترة يا أيها الذين تقولون إنكم خدهم للحسين لماذا تنفرون من ثقافة العترة نفار الصحيح من الأجر والبار من ذي السقام نفار الصحيح من الأجرب والبار من ذي السقام وتركضون باتجاه قذارات حوزة النجف وكربلاء باتجاه قذارات مراجعكم التي تنافر منهج العترة الطاهرة وحينما أطرح عليكم حديث العترة الطاهرة تنفرون منه وفي أحسن أحوالكم تذهبون تسألون المعممين عن صحة ما أقول تسألون الحميرة عن كلام محمد وأهل محمد لأنكم حمير لأنكم حمير 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 فتذهبون كي تسألوا حميركم المعممين وهؤلاء أيضا حمير حمير فماذا سيجيبونكم المعمم حمار مركب على شيطان وشيطان مركب على حمار فأنت حينما تذهب كي تسأله لأنك أكثر استحمارا منه فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والبار من ذي السقم واعلموا 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 أنكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه هذا هو السبب الذي يدفعني أن أستعمل الألفاظ السوقية وأن أستعمل الألفاظ القاسية وأن أستعمل الألفاظ التي ما كنت أستعملها طيلة عمري في أحاديثي ومجالسي ودروسي ومحاضراتي وبرامجي لأنني لا أدري متى سأغادر هذه الدنيا فلابد أن أضع النقاط على الحروف بشكل واضح فهذا هو السبب الذي يدفعني لذلك لابد أن أشخص مواطن الضلال حتى تتضح مواطن الرشاة وعلموا 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 أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرف الذي تركه وعلموا ولن تأخذ بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نقض ولم تمس به حتى تعرف الذي نبذ ونبذ العهد المأخوذ منهم هكذا وصف صاحب الأمر صلوات الله عليه أكثر مراجع الشيعة وزعمائهم ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فلا بد أن نشخصهم وإلا فإنكم لن تهتدوا إلى الحق أبدا إذا كنتم باحثين عن الحق هذا منطق أمير المؤمنين وعلموا أنكم لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي ترك ولن تأخذ بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نقض ولن تمس به حتى تعرف الذي نبذ هذا هذا هو منهجي الذي أنا عليه حينما أضع يدي وأشير بأصهابعي وآتيكم بالوثائق والحقائق وأكشف لكم عن عوراتي مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا لأجل أن تتضح مواطن الضلال وفي الوقت نفسه أشير إلى مواطن الهدى من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وهذا هو منطق الحاضنة الحسينية إن كنتم تريدون ذناء الحاضنة الحسينية وفقا للمنطق الزهرائي المنطق الزهرائي هو هو المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير مثلما اشترط علينا رسول الله في بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعد فقواعد منطق التفكير وقواعد التفهيم وقواعد الشرح والبيان والتفسير من علي من علي من علي فقط على لعنة على حوزة الطوسي لا لعنة على منهج حوزة النجف لا لعنة على منهج مراجع النجف وكربلاء إنه المنهج المنافر لعلي وآل علي بدرجة مئة في المئة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر